مرحبا بكم أنا توفيق وقناتي تهتم بالزراع المنزلية وبالأخص شرح طرق تقوية وتغذية النباتات بمواد طبيعية لأني أعرف أنكم تحبون نباتاتكم وترغبون في رؤيتها في أحسن الأحوال هذا المسحوق الأصغر الذي بين يدي الآن هو فيتامينات نعم النبات كالإنسان يحتاج للفيتامينات وللمكملات الغذائية ومشجعات النمو هذا الفيتامين بعد استعماله أعدك أن أظهار نبتتك ستصبح متألقة وأن أوراقها ستصبح خضراء كبيرة والأهم أن هذا الفيتامين سيعمل على تقوية جدر النبتة والجدر أهم جزء على الإطلاق دعونا أولا نتعرف على هذا المسحوق الأصفر ولنرى بعد ذلك طريقة استعماله هذا المسحوق هو فيتامينات باء المراكب أي مزيج من فيتامينات باء وعلميا فإن فيتامين باء واحد مثلا له دور كبير في تنشيط النمو وتنظيم عمليات النمو داخل النبات وعلميا ففيتامين باء اثنان له دور كبير في عملية التمثيل الضوئي وتنشيط الأوكسينات الطبيعية المنشطة للنمو داخل النبات أما باء ستة فمهمته تكوين حامض أميني يؤثر على تكوين الأوكسين المسؤول عن التزهير والإخدرار والجذور إذن أصدقائي بدون إطالة لاحظتم أني وضعت حبة واحدة بعد طحنها مع لتر ماء وبدأت في ري النبات بإضافة كأس صغير مرة في أشهر هذا الفيتامين أصدقائي هذا الفيتامين لا يغني عن استعمال الأسمد المعتاد للنبات لكنه كما قلت مكمل قوي جدا وفعال ستلاحظ بعد استعماله تطور النبات وسترى أنه سيصبح أكثر تحملا للظروف الصعبة كالجفاف والحرارة وكذلك البرودة هذا الفيتامين كما نعرف يباع في الصيدليات ويتكون من عدة فيتامينات وبالأخص فيتامين باء لذلك يسمى فيتامين باء المرقب الفيتامينات في الأبحاث الزراعية الحديثة أكدت أنها تحسن آداء ونمو النبات الأسبيرين كلنا نعرفه دواء معروف يباع في الصيدليات رخيص الثمن يعالج آلام الحمى والزكام ولا تستغرب إن قلت لك أنه يعالج أيضا مشاكل النبات فهو مبيت فطري وحشري قوي وفعال يحفز البذور على الإنبات يعالج مشاكل تعفونات الجذور يقوي الجهاز المناعي للنبات وفوائد أخرى سندكرها في حلقة اليوم وأعيدك أنك ستبدأ في استعمال الأسبيرين لنباتاتك منذ اليوم أنتم تتقون في بغرة لذلك من أجل زيادة الثقة دعوني أولا أشرح لكم لماذا اخترت لكم الأسبيرين لإستعماله للنبات الأسبيرين دواء معروف هل تعلم مما يصنع؟ يصنع من لحاء هذه الشجرة وهي شجرة الصفصاف وبالضبط من لحاء الشجرة لأنه يحتوي على مركب نشط كيميائي يحول لحمض الصفصفيك أو الصفصفين وكما تشاهدون على العلبة فهو المكون الرئيسي للأسبيرين إذن بدون إطالة نبدأ في شرح طرق الاستعمال أولا إذا كانت نباتاتك مصابة بأي مشاكل كتعفونات الجذور وأمراض الذبول ومصابة بالحشرات أو الفطريات أو أن أوراق نباتاتك صفراء أو تتساقط نتيجة مشاكل الرأي أو فقر التربة فالأسبيرين سيساعدنا بدرجة لا تتصور في التخلص والقضاء على هذه المشاكل الطريقة نأخذ نصف قرص أسبيرين وهو ما يعادل 0.25 جرام نأخذ البخاخ والذي ملأناه بواحد لتر ماء نغلق البخاخة ونحرك جيدا حتى يدوب الأسبيرين ونبدأ مباشرة في رش النباتات المصابة واطمئن فالأسبيرين سيقوي الجهاز المناعي للنبات وسيسر عملية التمثيل الضوئي استعمله للنباتات المصابة وأيضا للنباتات السليمة كإجراء وقائي ضد الإصابة بمشاكل النباتات استعمله سقيا للتربة ورشا للأوراق داوم على رش الأسبيرين مرة كل شهر وستبهرك النتيجة دور آخر للأسبيرين وهذه المرة عند إكثار النباتات وأنا الآن أقوم بإكثار نبات المكحلة سأغمس الغصن في نفس المحلول الذي صنعناه سابق يعني نصف قرص أسبيرين مع 1 لتر ماء نغمس أسفل الغصن لمدة دقيقة واحدة ثم نغرس العقلة في تربة جيدة بهذا نكون قد ضاعفنا فرص تجدير هذا النبات وضاعفنا فرص نجاح الإكثار لأن الأسبيرين سيعمل هناك هرمون تجدير قوي وفعال لم ننتهي يا أصدقائه هذه بذور البطيخ لتطهيرها وزيادة نجاحها وأيضا لحماية الشتلة والجذور بعد الإنبات استعمل الأسبيرين لكل 1 كيلو جرام من البذور نستعمل 6 أقراص أسبيرين أي ما يعادل 3 جرام أسبيرين لكل 1 كيلو جرام بذور كما قلنا هذه هي المعادلة استعملها حسب كمية البذور التي ستزرع وما زالت فوائد الأسبيرين لم تنتهي وهذه المرة لعشاق ظهور القطف والمزهريات فإذا كنت تريد الحفاظ على حياة ونظارة الأزهار لفترة طويلة ودائما الأسبيرين هو المرقيد إسحق جزء صغير جدا من الأسبيرين أضفه للماء وسترى النتيجة بنفسك واستمتع بأزهارك لأطول فترة ممكنة علميا فيتامين سين أو فيتامين سي معروف في علم النبات بالأسكوربات وحتى لا ندخل في المحاضرات وبكم بساطة هذا الفيتامين والذي بين يدي الآن كلكم تعرفونه رخيص الثمن ويباع في الصيدلية إذا عملت به نبتتك سيعمل على تنشيط جذورها وسيجعل النبات قادر على تحمل الظروف السيئة من حرارة وبرودة ورطوبة ورياح خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف لديك نباتات زينة منزلية بعد استعمالك لفيتامين سين ستلاحظ أن حجم الورقة سيصبح كبير وأن عدد الأوراق أي المجموع الخضري سيصبح كبير وأيضا محتوى الورقة من الكولوروفيل وأقصد هنا الإخدرار سيصبح جادب للأوراق ولن تعاني أبدا من إسفرار الأوراق وقبل أن نرى طريقة الإستعمال وهي جد بسيطة لا بد أن نذكر فائدة أخرى مهمة لفيتامين سين وهي تكبير وتحسين حجم الثمار وجودة المضاق سواء لديك شجرة رمان أو خوخ أو ليمون أو إجاس وحتى التين كل هذا وفقط بقرس واحد من فيتامين سين الطريق نأخذ لطران ماء نقي ونأخذ قرس أسبرين 500 ميلي جرام نضيفه للماء هذا يعني أن المعدل هو 250 ميلي جرام لكل واحد لطر ماء لا أقل ولا أكثر حتى تكون الاستفادة جيدة وسليمة من حمض الأسكوربيك أي فيتامين سين وهذا أصدقائي علم وليس لجذب المشاهدات واللايكات ويمكنك البحث عن دور حمض الأسكوربيك للنبات وأعيدك أنك ستداوي مع استعمال فيتامين سين لنباتاتك استعمله رشا لأوراق نبتتك وكذلك سقيا للتربة هذه كزبرة وبقدونس ولدينا أيضا نانا منذ بدأت معاملتهم بفيتامين سين لاحظت تطور كبير في النمو الخضري لأن الحمض الأسكوربيك تأثير يشبه تأثير منظمات النمو وهو أيضا من مضادات الأكسدة هو له دور كبير في تقليل الإجهاد هذا الناتج عن وجود نبتتك في ظروف قاسية سواء حرارة أو رطوبة أو ملوحة وغيرها الرش أصدقائي متابعي قناة بذرة يعطي نتائج أسرع وأفضل من السقي تتذكرون حلقة بيكاربونات السوديوم وتتذكرون نتيجته على النعنع وهذا أصدقائي سر من أسرار نجاحي في الزرع أنصحك بمشاهدة حلقة بيكاربونات السوديوم وعامل نبتتك بالخميرة والعسل وكذلك بالبيكاربونات وأيضا فيتامين سي وعند مشاهدتك للنتيجة المبهرة كافئني بالاشتراك في قناة بذرة إذن وكما يحتاج الإنسان للفيتامينات نفس الشيء للنبات وستلاحظ ذلك على نبتتك وبالأخص نتيجة الإجهاد الحراري في فصل الصيف وكما قلت نحن مقبلون على فصل الصيف وعلى الحرارة ونباتاتنا أكيد تعاني لذلك أنصحكم به ليس صيفا فقط بل حتى شتاءا عندما يتعرض النبات للبرد القارس توجه فورا للصيدلية واطلب منه علبة صغيرة من فيتامين سين وتمنها كما تعرفون يعني غير غالي وتمنها جد مناسب لكن نتيجتها جد فعالة على نباتاتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر